اشتركوا في القناة الرئيس بسالة القادة والضباط والمقاتلين البواسل والالتفاف الشعبية والقبلية الكبير إلى جوار أبطال الجيش الوطني في معركتهم الجمهورية الخالدة الرافضة لصلف الانقلاب الكهنوتي الإمامي واعتداءاته معبرا في الوقت نفسه عن تقديره لموقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وإسنادهم لليمنيين في مواجهة مخاطر المشروع الإيراني التخريبي أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيا الحوثي مستهدفة مطار أبهى مؤكدا السيطرة على حريق طار طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيا المدعومة من إيران وأكد أنه ستتم محاسبة ميليشيا الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي مضيفا أن محاولة استهداف مطار أبهى وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب وقال نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين أتى ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهم الميليشيا تجاه السعودية استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية أحياء سكنية في مدينة مأرب المكتظة بالنازحين بصاروخين باليستيين خلال الاثني عشر ساعة الماضية سقطت في مناطق خالية وتسببت في أضرار للمنازل المجاورة وأثار الهلعاء في أوساط المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ وقال مصدر أنمني إن ميليشيا الحوثي أطلقت مساء الثلاثاء صاروخين سقطا في مناطق خالية بجوار المباني السكنية وتسببت في أضرار مختلفة للمباني وهلع للسكان ليرتفع عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية إلى ثمانية صواريخ تسببت باستشهاد أربعة أشخاص وإصابة اثني عشر آخرين إلى جانب إرسال عدد من الدراونز المفخخة على المدينة تم إسقاطها وإسقاط اثنتين منها سقط العشرات من القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات سرواح غرب محافظة مأرب وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية كسروا هجمات انتحارية شنتها الميليشيا الحوثية في جبهة سرواح وكبدوها عشرات القتلى والجرحى إلى جانب خسائر أخرى في العتاد وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات فيما تمكن الأبطال من تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين تابعتين للميليشيا فور تحليقهما باتجاه مواقع الجيش لقيا عدد من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية مصرعهم وجرح آخرون في الساعات الماضية أثناء محاولتهم حفر خنادق داخل مدينة الحديدة وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة أفادت مصادر عسكرية ميدانية أن وحدات الاستطلاع رصدت حفريات خنادق خلف كلية الهندسة قطاع مدينة الصالح وأمام مباني سكنية في شارع الخمسين من قبل الميليشيات التابعة لإيران ضمن خروقاتها لوقف إطلاق النار وتم التعامل معها بنجاح وأكدت المصادر أن القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة حولت الخنادق المستحدثة إلى مقابر للعناصر الحوثية يأتي هذا ضمن الخروقات المستمرة والتي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة إلى هنا ينتهي الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة